نروح لوزارة الانتاج الحربي اللي هو محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي استقبل الرئيس التنفيذي لمنطيط اوروبا والشرق الاوسط لشركة باكتل الامريكية والوفد المرافق ليه وزير الدولة للانتاج الحربي قال ان الهدف من اللقاء هو بحث سبل التعاون المشترك بين شركة الانتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الاندسية والتوريدات العامة واللي تبع طبعا للوزارة وبين شركة باكتل الامريكية اللي بتعتبر من اكبر خمس شركات على مستوى العالم في مجال الانشاءات بالاضافة لعملها في مجال تنفيذ المشروعات الكبرى في مصر من سنة 76 اما الرئيس التنفيذي لمنطيط اوروبا والشرق الاوسط للشركة الامريكية فاعرب عن ثقته في امكانيات وزارة الانتاج الحربي التكنولوجية والصناعية الكبيرة ودقتها طبعا فيه تنفيذ المشروعات اللي بتسند لها وكمان تسلمها في التوقيتات المحددة وبأسعار منافسة وفي ختام اللقاء تم تقديم الدعوة للشركة الامريكية لايفاد الفنيين والمتخصصين لشركة الانتاج الحربي للمشروعات علشان التعرف على الامكانيات والخبرات المتوفرة فيها على ارض الواقع وكمان بلورت رؤية مشتركة لأسلوب التعاون المستقبلي بين الانتاج الحربي وبين الشركة الامريكية